كما كان متوقعاً لم يلبث الفيروس أنزار إيران وفتك بها حتى دخل العراق بسبب الشدل الحكومي في التعامل مع الوباء الذي هز العالم والعجز عن إغلاق الحدود مع الجارة الموبوءة أعداد من أهل النجف توجهوا إلى طريق المطار للمطالبة بإغلاقه ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا والأسيما إيران التي ما زلت الحدود البرية والجوية مفتوحة معها على مصرعيها وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الإصابات في العراق ودخول البلاد مرحلة الخطر الحقيقي طبعاً طلعت خلية الأزمج قاله وقاله ممنوع أي مسافر يطب خارج العراق سووا الدور عزلة ومحافظة عن محافظة محافظة النجف العراقي ما يطب لها أبو السماو والبصر أبو الناصري وبغداد ما يطب للنجف بس الإيراني والصيني يطب للنجف هذا المطار مفتوح أنت عوشين عام الواتية إذا تخافون على الشعب شل المطار مفتوح المطار محافظة النجف لؤي الياسري حاول إلقاء الكرة في ملعب الحكومة ببغداد داعياً إياها لتوفير المستزمات الضرورية والإغلاق الكامل لمطار النجف فيما تبدو الأوضاع أكثر سوداوية بسبب انعدام الوقاية الصحية لا سيما مع الصور القادمة من هناك منها صورة هذا الطفل الإيراني الذي يجلس على رصيف أحد شوارع النجف وتظهر عليه علامات الإصابة بعد قدومه من إيران مع والديه الذين يقولوا إنهما توفي بعد إصابتهما بالفيروس نظام صحي منهار وفساد مستشر وانقياد تام للأوامر القادمة من الخارج تجعل العراق أمام تحدي كبير دقت له أجراص الخطر لامست أسماع السلطات في البلاد لكنها لم تلامس ضمائرهم للتحرك إزاء كارثة توشك أن تحل بالعراقيين إذا لم يتدارك الأمر